اهلا بكم بالحلقة السابعة من مهوز بداية سنة 2014 شهدت انطلاق تقنية قوية من ناحية الابتكارات مؤتمر CES هو احد اهم مؤتمرات التقنية في السنة فهذا المؤتمر سنوي يصير سنويا في مدينة لاس فيغاس الامريكية بتعرض به كبار شركات التقنية مثل سامسونج انتل LG سوني وغيرهم اهم ابتكاراتها لهذه السنة وايضا تعرض به بعض الشركات الاخرى اللي ممكن تكون غير معروفة منتجاتها وابتكاراتها الجديدة عجيبة وغريبة الابتكارات رح نتحدث عنها ان شاء الله في هذه الحلقة اشتركوا في القناة مثل ما قلنا لكم بالحلقة اللي فاتت انه سنة 2014 رح تصير سنة قوية بالنسبة للمعالجات وبالفعل كوالكم نزلت معالجات جديدة اللي هي سناب دراجون 805 اهم ما يستين بهذا المعالج انه بعد ما يحتاج اشتري هذا الستالس القلم اللي اكتب بي على التابلت لا هسه صار قلم عادي اكتب بي على ورقة عادية واشوف الرسم اللي دا ارسم مع الورقة العادية اشوفه بالتابلت فهي ميزة كلش قوية بهذا المعالج يعني يحدد مكان القلم عن طريق استخدام الصوت ثاني ميزة رهيبة بهذا المعالج انه بعد ما رح سوي لا زوم ان ولا زوم اوت المعالج هو اللي رح يسويها الشي اللي اريد اصورها بس احددها بالكاميرا وهي الحركة رح يسوي لها زوم ان وزوم اوت صارت منافسة قوية كلش بين الشركات على الشاشات الفوركي جتي دل سوات شاشة تعتبر الارخص من نوعها للدستوب في الكمبيوتر بسعر 700 دولار وبحجم 28 انش اما جتي شركة ثانية سوات شاشة تلفزيونية يعتبر سعرها الارخص من نوع للتلفزيون بسعر 1000 دولار اما سامسونج كالعادة هي الاقوى سوات شاشة بحجم شبير كلش لواء 105 انش ايضا بها فاكة قوية انه دقمة دوسها تنطوي الشاشة شامت ريت بس ما اكتفعت بس هاي الفاكات سوات شاشة اللخ بوضوح 8K يعني رهيب يعتبر ضعف الفوركي نتوقع انه CES 2015 المؤتمر الجاي راح يكون متروس بالأيت كي مثل ما هزا متروس بالفوركي ادي اش داعوا تلفزيونية هاي كلها لك اشبيك هذا اسيا احتيبيه وراء الـ 12 هم وراء الـ 12 وهذا كورك استخدم المكالمات اليومية ايه وهذا الايباد تقالبيه سيم كارت ما زين لان انترنتهم شوية زين نظام الاندرويد من جوجل واللي معظم اللي يعرفه واللي يشتغل على معظم هواتف في العالم الهواتف الذكية طبعاً نظام الاندرويد راح يكون متوفر ويدخل بالسيارات في سنة 2014 ان شاء الله وتحديداً سيارات اودي وهوندا وهيونداي وسيارات جنرال موتوز الامريكية يعني تخيل بالمستقبل راح يكون سيارات ذكية فبدال ما يقول له اني تليفوني اندرويد واحد يقول له تليفوني ايفون هذا راح يقول لي سيارته تشتغل بالاندرويد سيارته تشتغل بالاي او اس سامسون قررت تبدي هاي السنة باطلاق اربع اجهزة لوحية الجالكسي نوتو برو 12 انج جازية الكبرى والجالكسي نوتو برو 12 انج بس هذا ما بي قلم والجالكسي تاب برو اللي هو 10 انج جي جي وجالكسي تاب برو 8 انج اجهزة لوحية حلوة وميزتها انه غيره والواجهة القديمة غيره والتوتش ويل سووها ماجازين مؤتمر سيار كان كله 4K شاشات 4K كل شي 4K بس المشكلة بال4K لحد الان ماكو محتوى 4K لانه الكاميرات قليلة وغالية جتي سوني اعلنت عن كاميرا كل جزينة بسعرها اللي هو 2000 دولار مقارنة بغير الكاميرات تصور 4K وايضا حجمها كل جزينة يعني تلازم بيج واحدة فرشات اسنان ذكية ترتبط ويا تليفونك عن طريقة البلوتوث وتقول لك فرشت اسنانك بطريقة جيدة او لا عن طريق نسبة تظهرها بتطبيق على تليفونك يظهر لك مثلا فرشت اسنانك بنسبة 70% جيد او 80% واعتقد بعد ما نقدر نتشذب على طبيبي الاسنان ونقول لها فرشت اسنان بطريقة جيدة امره جايبشي هاي التكنولوجيا الحديدة انتل اطلقت اصغر حاسبة بالعالم اللي يمقد الاس دي كارت سمتها انتل اديسون هاي الحاسبة بيها واي فاي وبلوتوث وميموري وكل شي بيها ابارة عن حاسبة صغيرة راح تفيدنا بالاجهزة الصغيرة فمثلا انتل شوفتنا فاتعرض على هذا الشي انه جهاز تخليه على طفلك وتشوف تنفسه او دايبشي لو لا من خلال الكوب ايه من خلال الكوب يعني وايضا بالمستقبل هذا الشي راح يصير مثلا اشوف التنبيهات ما الفيسبوك ما اتي اشوفها على الكوب فهذا الشي راح يفيد كلش من ناحية الساعات الذكية ومن ناحية الاجهزة القابلة الارتداء سامسونج جدتي بخدمة رهيبة وتعتبر مستقبلية ايضا اللي هي سامسونج سمارتون هي خدمة تتيح لك تتحكم بالاجهزة المنزلية كلتها لغسالة ثلاجة المجمدة المكيف كل شي تحكم كامل عن طريق تطبيق بالموبايل او عن طريق الساعة الذكية يعني تخيل التراجع من الشغل وتعبان كلش وماكو احد بالبيت يشغل لك المكيف والتب الصيف حارة كلش رأسا نطلع الموبايل وشغل المكيف وانتهى الموضوع شركة انتل ابدعت في هذا المؤتمر اعلن الشركة انتل عن معاء ذكي او طاسة تخلي بها هاتفك الذكي او جهازك اللوحي وراح ينشحن اليك بدون ربط اي كابل مجرد تخلي هاتفك الذكي مثل ما ذكرت او جهازك اللوحي وراح ينشحن بكل سهولة الصينيين دائما مستعجيرين بكل شي شركة ZTE ازرت اول هاتف قابل التقصيص مثل فون بلوكس اللي شرحناه بالحلقة اللي فاتت بس هما ازروا قابل موتور اللي وفاجأونه بمعرص CES سموه C-Word بس بعد قيد التجريب بالاضافة الى شركة ريزر شوية بسطت من مفهوم تغيير المواصفات مع الحاسبات الديسك توب الكيس للقييمرز بس خلتها عبارة عن انه اشيء مستطيل وخلي مستطيل البدالة اشيء مستطيل هارد وخلي مستطيل البدالة بدون لا كيبلات ولا ويرات ولا ايشيء نظارة اذنه تفيده للطباء والممارضين اكثر شيء نظارة تفيدك انه تشوف الاوردة او داخل الجلد من خلالها طبعا يعني بعد ماكو مشاكل انه ممرض يعصر ايدك حتى يشوف الوريد رأي سنلبس النظارة ويشوف الوريد بضه بطوين داخل جتمك ويشكله برحمة سمارت باند هو سوار ذكي من شركة سوني يربط مع تليفونك الاندرويد عن طريق البلوتوث وظيفته انه يقدم لك عدد الخطوات التي تمشيها باليوم في سبيل انه تحسن لياقتك وشيء ثاني انه تقدر تتحكم بالاغاني او الموسيقى الموجودة بتليفونك عن طريق هذا السوار وايضا يحتز السوار او يرتج في حل ورود اي مكالمة او اي رسالة نصية لتليفونك من تمام انتبه الناس كانوا قبل يتوقعون انه كل شي راح يظل مثل ما هو ويجي روبوت بالبيت يخدمنا يسوينا شاي يغسلنا الهدوم يسوقنا السيارة واحنا قاعدين نتفرج عليه بس هذا المفهوم تغير الشركات غيرت هذا الشي صار كل شي حولنا ذكي من الفرشة نستخدمها لسناننا من الساعة نلبسها من المنام اللي ننام عليه من السيارة اللي نسوقها فتغير المفهوم لا تنسون تشوفون الحلقات اللي فاتت ولا تنسون تشوفون سبسكرايب موسيقى 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 موسيقى